البلاد مصابوطية البلاد مكسر وهو اللي بديت فيه الحديثة علش رام يتصرفوا مع البلاد بهذه الطريقة كونج احتلال مباشر الناس تفهموا وتتعامل معاه بأي طريقة مع ذلك في هذه الحالات وفي هذا الوضع تجد من هنا هناك باسم المدخلية مثلا على سبيل المثال اللي قدس لك الحكام بعضهم ما زال يبعث لي أنت تنشر الفتنة أنت تقول يعني اللي يقول لكم هذا حق وهذا باطل هذا خير وهذا منكر وشر هذا معروف وهذا منكر يصبح نشر الفتنة الفتنة الحقيقية هو أن يموت الناس وما يلقوش أكسيجين الفتنة الحقيقية هو أن يبقى ملايين الجزائريين في الداخل وفي الخارج مش قادرين يسافروا في حين أن العصابة تسافر بطائرات خاصة على ظهر الشعب الجزائري الفتنة الحقيقية أنكم تجيبوا ناس بطائرات ويدخلوا وما يديروش كونفين ما بينما الجزائري يديرها الفتنة الحقيقية هو أن الجزائري يدفع أجر تذكرة عشر مرات أو خمس مرات اللي يدفعها جاروا في تونس أو في المغرب أو في مصر أو في ليبيا حتى ليبيا المدمرة بالحرب الفتنة الحقيقية هو أنه ما يجيكش الماء في العاصمة لمدة ثلاثة أيام ربع أيام خمس أيام أسبوع أو أسبوعين أحيانا فما بالك على المدن الأخرى الفتنة الحقيقية هو أن ملايين لا يجدون عمل في بلاد يحتاج كل شيء الفتنة الحقيقية هي أن عشرات الآلاف من الشركات تغلق أو على بوابن تغلق لأن النظام فاشل تماما الفتنة الحقيقية هو أنك السيارات وبالمناسبة اليوم أيضا جايبين قال لك إجراءات أخرى عاودوا غيروا الإجراءات اللي يلغاوا هالعملفات عاودوا جابوا إجراءات أخرى أن السيارة التي تشريها في زائر بمئتين مليون تسوى في أوروبا بما يعادل مئة مليون بالجزائري بخمس آلاف أورو التي يشريها الفرنسي أو البريطاني أو البلجيكي أو السويسري أو بخمس آلاف أورو أنت تشريها بما يعادل عشر آلاف أورو في حين أن الفرنسي على سبيل المثال الحد الأدنى انتاعه هو ألف ومئتين أورو في الجزائر الحد الأدنى هو مئة أورو هو زوج ملايين ومعدل الدخل هو ربع ملايين بمعنى مئتين أورو معدل دخل في فرنسا أو في أوروبا هو ثلث آلاف أورو ربع آلاف أورو أي أنه مضعف ما بين عشر إلى خمسة عشر مرة مع ذلك يشري الأوروبي السيارة أرخص ما التي تشريها أنتا مرتين بهذا المقياس كان المفروض أن السيارة عندما يشريها للأوروبي بخمسة ألاف أورو أنت تشريها بخمسمائة أورو لأن أنت دخلك عشر مرات أقل سواء كحد أدنى أو كمعدل أسعاء أو دخل الفتنة الحقيقية هو أنك تروح تحوس على الخبز وما تلقاهش أو تلقى فقط الخبز أنتا على 15 دينار و20 دينار الفتنة الحقيقية هو أن البطاطا أنت تشريها بنفس السعب وأحيانا أغلى من اللي يشريها الفرنسي أو البريطاني أو البلجيكي أو السبنيولي الفتنة الحقيقية هو أنك في رمضان تغرق في الزيت وتغرق فلاشين باش تدير الزيت وتتضارب على الزيت وأنه في الشتاكة ما في الصيف تتضارب على أشكارة الحليب في بلاد هي عاشر مساحة في العالم الفتنة الحقيقية هو أن الناس تداز وتتضارب بما فيهم شيوخة يطيحوا ويعجيز يطيحوا باش يروحوا يجيبوا زج ملايين ولا ثلاث ملايين ولا خمس ملايين من لا بوست الفتنة الحقيقية هي اللي هي أن جامعاتنا خارج أي تصنيف عالمي وهي في أبشع أوضاحة التعليمية الفتنة الحقيقية هو أن يهرب الجزائريين نساء ورجال وأطفال وشيوخ في البطيات وبعضهم يغرق وبعضهم يترمى في مراكز عند السبنيول وعند الطيليان وعند الفرنسيس وعند الأتراك وعند اليونان وبعضهم يعذب عذاب رهيب وبعضهم يفقد عقله الفتنة الحقيقية أن ملايين من الجزائريين يهربوا من العالم اللي عايشين فيه في المخدرات والسكرة وأن آلاف الجزائريين بما فيهم أسر يعيشوا في مدن في الشوارع وأن هناك آلاف أطفال الشوارع في المدن الكبرى خاصة الفتنة الحقيقية مرة أخرى أن عاشر نساحة في العالم نصف السكان يعيشون في ظروف بائسة جدا في السكن أو ما عندهمش أصلا سكن الفتنة الحقيقية أن المرأة توصل ثلاثين وخمسة وثلاثين وربعين وما تتزوج وربما ما تزوج أبدا وما تجيبش أولاد لأنها الخطيب أو الزوج اللي باش يتزوجها ما عندوش سكن وحيانا ما عندوش عمل وحيانا عايش على العشر ألاف اللي يديها من عند باباه ولا من عند إماه الفتنة الحقيقية هي أن الأسعار ترتفع وترتفع وترتفع والمدخيل تنخفض والدينار ينهار الفتنة الحقيقية هو أن بعد ستين سنة استقلال وبعد مصاريف مليارات الدولارات على الرياضة وحدها وعلى المشاريع الرياضية وعلى الملاعب وعلى يخرج لك قبل يوم واحد يخرج الناخب الوطني باش يقول لك ما عندناش ما عنديش وين نلعب ما عنديش start الفتنة الحقيقية هو أن عندك خمسمائة ألف تلميذ وتلميذة يتسربون كل عام يصلوا للتروازيام ويتم طردهم تسع أساسي أو الترمينال ويتم طردهم ما عندهمش مخرج ما عندهمش تكوين واللي عندهم تكوين عندهم تكوين فارغ لا معنى له الفتنة الحقيقية يخرج أطباء ومهندسين وأساتذة وتكوينهم ضعيف وضعيف جدا كثير منهم يلجأ إلى الانترنت أو يلجأ إلى كتب خارجية أو يلجأ باشي يرفع مستواه الفتنة الحقيقية أنك تغلق مجال منافسة داخليا وخارجيا الفتنة الحقيقية أن كبار جنرالات باعترافكم أنتم وأنهم الآن مسجونين وكثيرين منهم متهمينهم بالفساد المالي واحد لقيت عنده 800 مليار سنتين في الدار خلاف الذهب وخلاف الورو والدولار الفتنة الحقيقية هو أن يكون لديك ضباط في الثلاثينات والأربعينات يرمون ويروحوا لديارهم بينما الجنرالات في السبعينات وفي الثمانينات من العمر ما يعرفوش يفتحوا إيميل عايشين في عالم آخر هما اللي يقودوا الجيش ويقودوا البلاد أيضا مش الجيش فقط الفتنة الحقيقية أن يخرج الشعب يطالب بحقه ويطالب بدولة مدنية فيصبح أن اللي يطالبه بدولة مدنية هو اللي يعطينا مطريحة في تسعينات كما قال تبونهم الفتنة الحقيقية أنك تضرب الناس في ورقلة كما في المناعة كما في خراطة كما في وهران الفتنة الحقيقية أنك تطارد الأحرار في الداخل وفي الخارج وأنك تمد مصالح البلاد باش يسلموك سيرجون شيف فضحكم وكشفكم الفتنة الحقيقية هو أن تصبح الجزائر لعبة وأن الجيش الجزائري يتوجه باش يقاتل أجل استعمار في مالي الفتنة الحقيقية الفتنة الحقيقية هو الجنود وصف الضباط والضباط اللي في الثكنات لا يجدون ما يأكلون لأن الأكل انتاعهم يهرب أو يدراهم في جيوب الكبار جنرالات وكبار الضباط الفتنة الحقيقية هي الطرقات وهي عندما تنزل الأمطار تغرق مدن بأكملها الفتنة الحقيقية في الصيف الناس تعاني وفي الشتاء الناس تعاني الفتنة الحقيقية في بلاد الغاز نصف الجزائريين ما عندهمش غاز دوفيل وما زالوا بالقرعة ويضاربوا على القرعة الفتنة الحقيقية بعد ستين سنة ما كانش مستشفى يعالجوا فيه كبار المسعورين اللي يسموهم مسؤولين ويروحوا في طائرات خاصة لسويسرا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا الفتنة الحقيقية بعد ستين سنة ما نصنعوش سلاحنا ونضطروا نجيبوه نجيبوه مصنع صناعة تاكسيمينوف ولا كلاشينكوف الخنش لا عن طريق الإمارات الفتنة الحقيقية أن دول جات بعدنا ورح تبعيد استقلت بعدنا ورح تبعيد هاي الفتنة الحقيقية يقول بن باديس رحمه الله لما سئل على الفتنة قال الفتنة هي الحاكم الجائر الحاكم الظالم للحاكم الظالم يدمر كل شيء اشتركوا في القناة